في هذه اللحظة نتشرف بوصول سماحة السيد محسن الغريفي في هذه المناسبة الغراء وهي ميلاد الإمام الرضا عليه السلام وحفلنا هذا إن شاء الله سيكون كلمة لسماحة السيد ثم جلوات للرادود عبد الأمير الستراوي نستقبل سماحة السيد محسن الغريفي مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم في البدء اعتذار عن التأخر بسبب إغلاق بعض الطرق أبارك لكم هذه الذكرى السعيدة ذكرى ولادة ثامن حجج الله الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يجعلها مناسبة خير وبركة وعز وسؤدد ونصر للمؤمنين وأن يفرج الله بهذه المناسبة عن جميع المؤمنين والمؤمنات ونحن نقف بين يديه الإمام الرضا عليه السلام لا بأس أن نفتح صفحة من صفحات حياة هذه الشخصية الكبيرة التي قدمتها السماء للبشرية وإذا اختارت السماء وإذا كانت وجاء الإختيار من السماء فلابد أن يكون هذا الإختيار لهدف وحكمة كبيرين لعلى كلكم قد سمعتم حديثة سلسلة الدهر هذا الحديث الشريف الذي الذي روي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام حديث متواتر روته كتب المسلمين قاطبة وبأسانيد كثيرة وكما تنقل بعض الروايات أن من كان يخطه ويكتبه عشرون ألف شخص اجتمعوا في نيسابور أفضل عند قدوم الإمام الرضا عليه السلام فتقدم له الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي ومعهما خلق لا يحصن من طلبة العلم والحديث والدراية تصوروا هذا الاجتماع الإمام الرضا جاي في قافلته وهذا الحشد الكبير مجتمعون وأمامهم هذين العالمين فقال له أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة إلا أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد صلى الله عليه وآله نذكرك فيه وكما قلت تقول الرواية قدر أهل المحابر الكتاب اللي كانوا يكتبون هذا الحديث فزادوا على عشرين ألف هذا بس اللي يكتبون غير الواقفين ينظرون فأخرج الإمام رأسه من قبة كانت مستورة عليه وقال حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل أنه قال سمعت رب العزة سبحانه يقول كلمة لا إله إلا الله حسني كلمة لا إله إلا الله حسني ومن قال أو قالها في رواية دخل حسني ومن دخل حسني أمين من عذاب بهذه الصيغة وردت في عدد كبير من المصادر وفي مصادر أخرى رويت بإضافة تختلف هذه الإضافة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذكر هذه الزيادة يقول فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها بشروطها وأنا من شروطها هذه الرواية كما قلت المصادر رويت من في عدد كبير من المصادر وبلغت حد التواتر من مختلف مصادر المسلمين وبالتالي أيها الأحبة لا قيمة لبعض التشكيكات التي قد تكون هنا أو هناك في مثل هذه الرواية أو في غيرها من الروايات الكثيرة المعتبرة التي تتحدث عن فضل أو فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مع مثل هذا التضافر في الرواية والنقل والتواتر فلا يُعبأوا بتشكيك هنا أو تشكيك هناك ولذلك أطلق عليها على هذه الرواية حديث سلسلة الذهب لأن كل رواتها من الأئمة المعصومين سلام الله عليها إلى رسول الله عن رب العزة والجلالة وقفة مع الحديث هذه الرواية أحاول أن أقف معها وقفة قصيرة لنقرأ الرواية ولنقرأ الحدث القراءة الأولى لهذه الرواية القراءة الأولى اللي لما نشوف هذه الرواية كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمين من عذابي هذه الرواية تشير وتتحدث حول جانب التوحيد والحديث عن البعد العقائدي الذي يمثل أساس بناء الإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن هنا لفتات خفيفة هل أن المقصود كلمة لا إله إلا الله حسني المقصود بالكلمة اللفت يعني هذه الأنفاض هي تمثل الحسن هل المقصود هو اللفت أو أن المقصود هو الحقيقة من المؤكد أنه ليس الحديث يتحدث عن ألفاظ عن كلمات والكلمة المقصود بها هنا حقيقة التوحيد حقيقة هذه الكلمة وليس مجرد وليس مجرد الشكل الظاهري المؤلف من كلمات وحروف فإذا عندما نتحدث عن أن كلمة لا إله إلا الله حسني فإن المقصود هو حقيقة إرتباط بألوهية الله سبحانه وتعالى في عمق التوحيد بما يمثل حصنا للإنسان إذن أولا ليس الحديث هنا عن ألفاظ وإنما الحديث عن حقيقة هذه الحقيقة تمثل الحصن حصن عن ماذا؟ حصن في الدنيا وحصن في الآخرة حصن في الدنيا لأنها تحصن وحصانة للعقل حصانة للروح حصانة للواقع من يرتبط مع توحيد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينحرف فكرا أو ينحرف مشاعرا أو ينحرف سلوكا وواقع هكذا تكون كلمة التوحيد حصن إلى الإنسان وحصن إلى الأمة كلمة لا إله إلا الله حصني حصن إلهي لأنها ارتباط بعمق حقيقة الألوهية المطلقة لله سبحانه وتعالى وحصن وحصانة في الآخرة لأنها تكون أمانا من العذاب ومن دخل عصني أمين من عذابه فهي حصن في الآخرة ليس بعد التوحيد من شيء إلا السعادة الأبدية الخالدة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة من ارتبط بحقيقة الألوهية لله سبحانه وتعالى لا خوف عليه لا في دنيا ولا في آخرة من ترسخت حقيقة الألوهية والتوحيد في داخل عقله ووجدانه حين ذاك أتركه ينطلق فلن يغادر طريق الهداية أبدا ولن يكون له توجه إلا توجه واحد نحو الله سبحانه وتعالى ومصيره ونتيجته رضوان الله وجنانه الخالدة دنيا وآخرا إذن نحن في فهمنا الأول والظاهر لهذا الحديث أمام حقيقة للتوحيد تتجاوز آفاق اللفظ المجرد ليجي واحد يقول ومن قالها يعني تكلم قال لا إله إلا الله لو قالها ألف مرة ما لم تصل هذه الكلمة إلى عمق واقع الإنسان بحيث يتشكل عقله وتتشكل روحه وجوارحه على أساس التوحيد لا قيمة للفظ ولتلفظ ولترديد مهما بلغ هذا الترديد وأن هذه الحقيقة تمثل حصانة للإنسان في الدنيا والآخرة وهذه الحصانة هل هي حصانة مؤقتة أمين من عذابي من دخل حصني حصن الله ليس حصنا لساعة ولا يوم ولا لشهر ولا لسنة إذا كنت في حصن الله فهذه حصانة مؤبدة دائمة ما دمت متمسكا بعمق الألوهية والتوحيد لله سبحانه وتعالى وأن هذا تعاطي مع التوحيد إذا أردنا أن يحقق نتيجته المطلوب الحصانة في الدنيا والأمان يوم القيامة لا بد أن يكون هناك سجام تام بين الإنسان وهذه الحقيقة من خلال وعيها وإدراكها وفهمها وتقبلها والارتباط بها وجعلها أساسا ومحورا لحركة الإنسان في كل حياته إذا ليست مجرد لقلقة لسان ودعاء ظاهر بل الارتباط بكلمة التوحيد انتماء واتباع عملي وارتباط لا ينفك هكذا نفهم الدين نفهم مبادئ العقيدة وأسس الشريح إلى حد الآن أين نحن نحن مع قراءة أولية لهذا الحديث فلنتحول إلى صفحة أخرى ونقرأ المشهد الذي قيل فيه هذا الحديث لنفهم بعد ذلك ذلك الذيل لنفهم بعد ذلك هذا الحديث فهما آخر ينسجم مع ذلك الذيل الذي ورد في هذا الحديث وهو قوله عليه السلام بشروطها وأنا من شروطها ما هو المشهد ما هو المشهد المشهد نيسابور تلك المدينة الكبيرة تعدج في مشهد فريد من نوعه عشرات الآلاف يقفون مستقبلين للإمام سلام الله عليه ينتظرون قدومه يطلبون منه حديثاً يكتبونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدمهم العلماء وطلبة العلم والوجهاء والشخصيات في استقبال الإمام لا نستبعد أن يكون ذلك بحسن نية فلا شك أن الأمة وهي تدرك هؤلاء الأنوار أنوار أهل بيت العصمة والطهارة إلا ويحن الإنسان إلى أن يتزود منهم ما يستطيع هكذا هم أئمة أهل البيت شعاع نور زاخر يفيض ويتفجر على الأمة فلا يملك الإنسان إلا أن ينشد إلى هذه الأنوار طالباً منها المزيد والمزيد الأمة هكذا تنشد الأمة إذا جردناها من عوامل السياسة والمذهبية الضيقة وعوامل المصلحة التي قد تأخذ بالأمة هنا وهناك فإن الأمة لن تجد غير أهل البيت مرجعاً وملاذا شرقاً أو غرباً شرقاً أو غرباً لن تجد معيناً صافياً وعلماً غير ما هو عندنا أهل البيت روح شرق روح غرب في أين ذهبت في الأخير سوف ترجع إلى مدرسة أهل البيت سلام الله الأمة تتلهف لا شك وتريد أن تستزيد وتتزود من أهل البيت وذلك هذه المجاميع تريد أن تكتب حديثاً عن الإمام الرضا عليه السلام ولو رواية واحدة من أجل أن تتشرف بأنها سمعت ودونت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ابنه الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام هذا هو المشهد ماذا في خلفية هذا المشهد؟ هذا المشهد ماذا في خلفيته؟ لو أخذنا مشهداً آخر فأنتم سوف تعرفون خلفية المشهد من دون أن أتحدث المشهد الآخر عندما طلب المأمون من الإمام الرضا أن يخرج لصلاة صلاة العيد هذا مشهد وهذا مشهد كان يرادوا وكأنهم أرادوا من خلال هذا الجمع للعلماء وكتاب الحديث أن يقولوا أن المجتمع لا زال في خط العلم والعلماء وأننا أحرص ما يكون على التعلم والتدوين وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الدولة الدولة تجمع عليها مئات من العلماء والدكاترة والمفكرين وتعقد مؤتمر ويطلق عليه مؤتمر دولي ليس إلا مجرد واجهة براقة من أجل أن تشترى ما عليه واقع الحال هكذا أرادت السلطة العباسية من خلال حشد هؤلاء العلماء بهذا العدد الضخم من الذي يتحدث عن دولة ضد الدين وضد العلماء هذه هي الدولة ترعى العلماء وترعى الدين وتحرك هذه المجاميع في هذه الملتقيات العلمية الكبيرة كبير يا من تتحدثون عن ظلامة واضطهاد لأتباع مدرسة أهل البيت ها هو إمامهم علي بن موسى الرضا مجللا مكرما يلتف حوله الآلاف يطلبون منه أن يتحدث لهم بحديثا كي يكتبوه من الذي ادعى أو الذي يدعى التضييق على حرية الشعائر الدينية والتضييق على الرموز الدينية لا يوجد أي تضييق إن هي إلا اتهامات وادعاءات تطلق تطلق هنا أو هناك أريد لهذه القضية أن يمثل واجهه للسلطة لتبريقي وتلميعي سورتها ليس أكثر وللقول بأن الإمام في حرية غير محاصر يستطيع أن يتحرك كما يشاء هذه خلفية المشهد وهنا أراد الإمام الرضا عليه أفضل الصلام أن يوصل رسائل من خلال هذا الحديث أريد أوصل رسائل يا من تقرؤون التأريخ يا من سوف تقرؤون الحديث هذا الحديث في يوم من الأيام كنت أريد أن أطرح عليكم رسائل في هذا الحديث لمن تبصر فيه وتمعن لا شك أن أساس بناء المجتمع هو المرتكز العقائدي وهذا معنى ظاهر ولكن لا قيمة لمعتقد إذا لم يكن له تحقق وتطبيق على أرض الواقع لا يمكن أن نفصل الفكر والمعتقد عن امتداده العملي إن أي محاولة لفصل هذا المعتقد التوحيد عن امتداده ونوذجه العملي يفقدنا قيمة هذا المعتقد يبقى مجرد إطار لا إله إلا الله الرايات ماذا مكتوب عليها؟ لا إله إلا الله ولكن تحت هذه الرايات السوداء يذبحوا أتباعوا لا إله إلا الله ما قيمة هذه الكلمة ما قيمة هذا الشعار يصبح مجرد شعار أجوف لا قيمة له إذا لم يكن له تحقق واقعي على أرض الواقع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بالإمامة بشروطها وأنا من شروطها لا يمكن فصل توحيد عن الإمامة فالتوحيد والإمامة مرتبطان ارتباطا لا يمكن أن يفك بأي حال من الأحوال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته إذا أبعدنا قضية الإمامة والقيادة المؤمنة مخلصة للمجتمع لا قيمة لتوحيد وبناء عقائدي أيها الأحبة أزمات البشرية تنطلق من أسباب ولعل رأسها على رأسها انحراف المنهج غياب الرؤية وعدم وجود وغياب القيادة الواعية التي تحمل هذا المنهج وتكون الأقدر على تطبيق هذا المنهج وتكون الأقدر على أن تأخذ بيد الأمة في طريق تطبيق هذا المنهج على أرض الواقع اليوم عندما نحلل الواقع في كثير من اتجاهاته لا نجد القضية مجرد ألاعيب السياسة ومصالح استكبارية هنا أو هناك المشكلة أعمق في داخل الفكر الإسلامي الذي إذا لم يصل في إطاره السليم المتكامل بحسب الرؤية الإلهية الأصيلة أصبح هذا الفكر بلاءاً ولم يصبح فكراً قادراً على أن يقود البشرية نظرية الإمامة ليست مجرد نظرية سياسية في المنهج الإلهي بل هي مرتكز فكري وروحي وتشريعي وعملي وقيادي لتحصين الأمة مثل هذه المطبات التي اليوم تعاني منها الأمة وأنا من شروطها الرؤية قد تغيب قد تعلوها ضبابية الإمام الرضا عليه السلام كان يستشعر الخطر عشرات الآلاف من العلماء وكتاب الحديث الذين يتلهفون لكتابة حديث واحد مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هم في نفس الوقت من يبصمون بالعشرة على سياسات الحكم الظالم الجائر وهم الذين يشرعنون له هذه السلطة وهذا الظلم للناس أراد الإمام أن يقول لهم هذه الرسالة لا قيمة لهذه الجموع لا قيمة لتوحيد إذا كان هذا التوحيد مجرد إطار وفي جانبه هناك الأمة تظلم والأمة تسحق والأمة تغتصب حقوقها وعلماء الدين في ركاب السلطة وفي ركاب الحاكم الظالم هكذا استشعر الإمام الرضا عليه السلام الخطر الذي يهدد الأمة في عمق وجودها صحيح أنها جموع كبيرة من العلماء ولكن أراد الإمام الرضا أن يقول ليس هو هذا التوحيد الذي يجعل الدين أسير السياسة بشروطها وأنا من شروطها الدين الصافي لا يمكن والخالص لله والتوحيد الخالص لله لا يمكن أن يجعل الدين أسيرا للسياسة التوحيد الخالص لا يمكن أبدا أن يجعل الدين في مهبي التلاعب من قبل أن تتلاعب به أهواء السياسة السياسة إنه ليس الدين الذي يطوع علماؤه ونخبه والمواقع المتقدمة فيه لتكون خدما للسلطة السياسية إنه ليس الدين الذي يدور علماؤه في فلك السياسة إذا أردتم توحيدا خالصا لله سبحانه وتعالى فعليكم أن ترفضوا الظلم ألا تقبلوا بأن يكون هناك إنسان على وجه الأرض مظلوم في إطار هذه السياسة وهذه السلطة الحاكمة ليس دينا وليس عقيدة وليس توحيدا أن يقبل أن تنتهك الحرمات أن تنتهك الأعراض أن يظلم الناس أن ينتشر الظلم والجور باسم الدين وباسم علماء الدين وباسم المواقع المتقدمة في الأمة هذا ليس توحيدا إنه ليس التوحيد الذي يجعل الدين أفيونا مخدرا للشعوب مستعدون أن تقفوا ساعات طوال تحت لهيب هذه الشمس الحارقة من أجل أن تدونوا كلمة وحديثا عن رسول الله ولكنكم لستم مستعدين أن تقولوا كلمة حق في وجه سلطان جائر ما قيمة هذا التوحيد ما قيمة هذا العلم أين هم علماء الأمة وموضع علماء الأمة حينما يسكت عن هذه المآسي التي تحيق بواقع الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الدين التوحيد الخالص لا يمكن أن يسمح بالسكوت عن انتهاك الحرومات تسمحوا لي بهاتين الكلمتين أراد عليه السلام أن يلفت أنظار هذه الأمة الدين ليست العقينة وليس الدين الذي يرضى بأن يكرم الظالمون والمجرمون ويطارد الصالحون ويسجن المؤمنون ويحارب العلماء الدين ليس دينا وليس توحيدا الذي تشترى فيه ضمائر الأمة لتكون الأمة الخانعة الأمة المستسلمة الأمة الراكعة الدليلة هذه رسائل من هذه الكلمة أيها الأحبة هكذا نفهم عندما نتحدث عن التوحيد ولا إله إلا الله هكذا نفهمها في عمق تلك الرؤية التي أرادتها مدرسة أهل البيت ويجبت رؤية خالصة نقية وأنا من شروطها خط الإمامة وخط مدرسة أهل البيت خط القرآن الأصيل الأقدر على تقديم النموذج الهادي للأمة بذلك لا يكون التوحيد مجرد إطار النظري ولا يكون التوحيد مجرد معتقد ولقلقة لسان بل يكون مكونا أصيلا بشروطه والإمامة من شروطه إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيْكُمُ الْتَقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبْدَا هذا هو الحصان من قالها بشروطها دخل حصني وفي حصن الله فلا يمكن أن يضل أبدا ومفهوم الشرط أنه إذا انفصل الكتاب والتوحيد عن الإمامة وعن القيادة فلا تأمن الأمة من الوقوع في الضلال أيها الأحبة هذا مشهد هذه واقعة قد يقرأها شخص بطريقة وقد يقرأها آخر بطريقة أخرى ولكن حتماً وجزماً لا يمكن أن نتصور أن الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يطرح للأمة مجرد كلمة حول لا إله إلا الله هكذا أمام هذه الجموع أراد أن يقول لهم هذه الرسالة اعرفوا أين يكون البلاء في داخل الأمة وأين هو موقعكم وأين ينبغي أن تكونوا أيها المواقع المتقدمة في داخل الأمة أيها الجموع الكبيرة التي تحمل هذا الفكر وتحمل هذا المنهج وتتلهف لتسمع حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كنتم حقاً تحملون هذا المنهج فقفوا مع الحق أرفض الظلم أرفض كل انحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى لا تقبلوا بأن تكون مطية ظالم لا تقبلوا بأن تكون شواهد زور على ما يقع في الأمة من سلب لحقوقها هنا يتجلى الإيمان الحقيقي وهنا يتجلى التوحيد الحقيقي وهنا الأمة يمكن أن تنهض وهنا الأمة يمكن أن تزل وتسقط ولذلك اليوم ليس عجيباً أبداً أن يكون العداء والحرب للعلم والعلماء المخلصين وللمواقع العلمية لأنها هي التي تمثل تلك الحالة التي تعيش مع الأمة في مواقعها الصادقة وفي منهجها الأصيل فلا تجد الأمة أماناً إلا معها فكان لابد أن تضرب كما فعلت السلطة مع الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حينما خافت هذا الوهج وهذه الرسالة التي وصلت إلى العلماء ووصلت إلى الأمة أنها هنا إماماً وأنها هنا قيادة شرعية وإنكم إذا أردتم الخلاص فليس إلا أن جاءت من هذا الطريق فكان لابد من إخماد هذا الصوت وكان الشهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بعد هذه الحادثة بعد هذا الموقف وعندما وصل بعدها رزق الشهادة سلام الله عليه لنفهم الارتباط بالضبط بين الرسائل وحركة الوعي داخل الأمة وممارسات الأنظمة والسلطات الحاكمة من أجل إخماد هذه الأصوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهماً لمنهجه ارتباطاً حقيقياً بعقيدته أن نحمل التوحيد عمقاً فكراً منهجاً نسير في خط الإمامة وخط القيادة الإلهية المخلصة فبذلك النجاة ولا سواه نجاة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارحم شهدان الأمرار اللهم اجعلهم عندك في أعلى عيليين اللهم شافي مرضانا اللهم فرج فرجاً عاجلاً عن أسرانا المعتقلين اللهم رد غربائنا اللهم فرج عن جميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآله الطيبين نشكر سماحة السيد محسن الغريفي على هذه الكلمة الغراء القيمة راجين من المولى العزيز أن يطيل عمره لهذه المواقف الكريمة رحب الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها لوالدي مجيد سيف سيف الآن الأخوة الكرام سيقوموا لجمع لمريض جمع لمريض الآن سيتم فأعان الله من أعان هذا المريض نقرأ سورة الفاتحة لوالدي مجيد سيف الفاتحة